على ما يبدو أن تركيا لم تجد مخرجا يدعم عملتها المحلية ويوقف نزيف احتياطاتها الأجنبية ليقع أردوغان في مأزق يهدد اقتصاد بلاده المهدد بالإفلاس في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي التركي أزمة مالية طاحنة دفعت وكالة فيتش لتخفيض التصنيف الاقتماني للبنوك التركية من مستقرنا إلى سلبي بيانات البنك المركزي التركي ومجلس الذهب العالمي أظهرت لجوء تركيا إلى تسييل أصول واستثمارات لبناء احتياطي الذهب من أجل حماية الليرة من التقلبات الحادة التي زادت بشكل ملحوظ بفعل أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي فبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي أقدمت تركيا على شراء أكثر من 72 طن من الذهب خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري وتحويلها إلى احتياطياتها الرسمية لمواجهة أي تراجعات أكبر إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل التخوفات التركية من انهيار الليرة ارتفعت خلال العام الجاري بشكل أكبر من تخوفاتها التي بدأت منذ 2018 و18 بفعل تراجع سعر الصرف لأكثر من 14% منذ بداية العام الجاري والمتوقع وصولها إلى 18% مع نهاية العام وفي خطوة لتوفير أي مصدر دولاري جديد اتجه البنك المركزي التركي لفرض سيطرته على التعاملات الدولارية ليعلن زيادة ضريبة شراء العملة الصعبة إلى 1% بدلا من 2 من 10% في محاولة منه لتوفير السيولة الدولارية التي تراجعت بشكل حاد لدى القطاع المصرفي بعد هبوط الصادرات وتوقف السياحة المصدران الرئيسان للنقد الأدنبي الوضع الاقتصادي المتأزم في تركيا دفع صحيفة تاجز تسايتونج الألمانية بالإعلان بأن تركيا تحت قيادة أردوغان سجلت ثاني ركود اقتصادي في أقل من عامين بل وباتت مهددة بالإفلاس لتقترب تركيا من تحقيق لقب أول اقتصاد ناشئ ينهار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد